تتوسع شركة دو في تقديم خدمات تتخطى العمل التقليدي كمزود خدمات انترنت ومكالمات هاتفية فقط لتدخل في مجال تقديم منتجات خاصة بأتمتة قطاع الصناعة والبنية التحتية وقال جاسم العوضي رئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة في دو قال إن تقنية الفايف جي أوصلت الشركة إلى مرحلة من الكفاءة لتكون قادرة على تقديم منتجات لتطوير قطاع الصناعة وقطاع البنية التحتية في الدولة وضاف الندو تعمل حاليا مع مصنع في أبوظبي لاستقدام تقنية الجيل الخامس بهدف إنجاز كافة عمليات الانتاج عن طريق الروبوتات